عودنا من جديد للضرب بحديد على رشيد ووحيد هيا بنا خير وشر خير وشر يعني الشر من تصميم الله عز وجل كما يقول ده هنا قمة التجديف على الله لأنك انت بتنسبي إلى الله خلق الموت والموت هو أشر الشيء بيصيب الإنس شوفي الكتاب المقدم ينسب الموت للشيطان يبا إذا نحن لا نهاجم الإسلام ولا نبي الإسلام نحن نقرأ ما في كتبكم ونتساءل للشيوخ الملكمين الأفاقين يردوا عليه يردوا عليه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي السيدة المشاهدين الصحيح منهم والنايمين أهلا بكم النهاردة عدنا من جديد للضربة من حديد على رشيد ووحيد في سلسلة النفخ المقدس ولكن قبل ما ندخل للحلقة وتفاصيلها ما تنساش لو أنت مش مشترك في القناة اشترك في القناة وفعل الجرس دائتك منها كل جديد وما تنساش تدعمنا بلايك أو دوسلايك ما فيش مشكلة أهم حاجة يسيب لنا تعليق ولو تقدر تدعم وتارع محتوى القناة على بترين ورابط أسفل فيديو نبدأ على بركة الله زي ما شفت كده وانت داخل الفيديو الضرب النهاردة هيبقى شديد 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 وفيني وجعك يا رشيد انت وحيد المهم الحقد الدفين لما بيتمكن من قلب المسيحي ممكن ينتقد الإسلام ويكون الشيء اللي هو بينتقد الإسلام من أجله ده موجود عنده عادي جدا بس هو من باب إيه الحقد عماه فعلشان كده تعالوا نسمع رشيد ووحيد في شبهة ياريتهم معرضوها ولا قالوها ده اللي هنخليهم يتمنوا إن هم معرضوهاش يكون في هذا الكون الشيء من الخير والشر إلا بمشيئته سبحانه طبعا هذا يشمل كل شيء كل شيء خير وشر خير وشر يعني الشر من تصميم الله عز وجل كما يقوله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن وعملا وهو العزيز الغفور ده هنا قمة التجديف على الله لأنك أنت بتنسبي إلى الله خلق الموت والموت هو أشر الشيء بيصيب الإله شوفي الكتاب المقدس ينسب الموت للشيطان رشيد يستنكر أن يكون الله عز وجل هو خالق الشر يا عبيت هو ينفع في الكون يكون فيه شيء في الدنيا اللي احنا عايشينها ده أو في القلق اللي احنا عايشينه ده شيء يحدث رغما عن إرادة الإله حتى لو كان الشر عبيت مش بقول لكم عبيت وعمر وما قرأ الكتاب المقدس علشان كده أنا جاي النهاردة أفوق المسيحين من الغيبوبة اللي بيصدقوا الأشكال دي ليه لأن الكتاب المقدس فيه أشياء مشتركة مع الإسلام بيسموها المشترك بين الأديان المشترك بين الأديان ده إن الإله خالق كل شيء خالق كل شيء آه خالق كل شيء نرد على رشيد الأول ولا على وحيد الأول أبو شانب أورجانيك والله يعني وحيب بيقول إيه الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن وعملا وهو العزيز الغفور ده هنا قمة التجديف على الله لأنك أنت بتنسبي إلى الله خالق الموت والموت هو أشر شيء بيصيب الإنس شوفي الكتاب المقدس ينسب الموت للشيطان الموت هو أشر شيء يصيب الإنسان وانت كده بتجدف على الله لما بتنسب له الموت ما أحمقك أيها الوحيد أبو شانب أورجانيك يعني أنا مش عارف أقول لك إيه والله أنت أحسن عبارة توصف بيها غبي منك فيك عارف ليه؟ لأن الكتاب المقدس وكتب التفسير المسيحية نسبت الموت للإله ونسبت الشر للإله بس يمكن أنتوا ما بتقرؤوش أو إن قرأتوا ما بتفهموش أو إن فهمتوا ما بتعرفوش نعمل فيكوا إيه بس يا مسعيين تعالى تعالى نرد على وحيد الأول وبعد كده ناخد رشيد في سكتنا تمام؟ ناخد الموت الأول أول نص معنا في نسبة الموت للإله التفنية 32-29 انظروا الآن أنا أنا هو وليس إله معي أنا أميت وأحيي سحقت وإني أسفي وليس من يدي مخلص الله ده كلام الإله في الكتاب المقدس تعالى نفتح الموسوعة الكنسية للنص ده بتقول إيه يقول لهم الرب أنه هو الذي عاقبهم وهو وحده القادر على إنقاذهم ولا يشاركه أحد فيه ألوهيته طب الابن والروح القدس راحه فين يا ابن ما كانوش موجودين لسه له له كل السلطان على الإحياء والإماد قال لا ده وحيد لسه مأكد لي أن الموت ما بتوصفش للإله لا الإله يوصف نفسه بالموت عادي إنما أنت ما توصفوش يعني يا حلاوة فإن كان قد سحقهم بسبب شرورهم تحقيقا للعدالة فهو أيضا الرحوم القادر على شفائهم وإنقاذهم مما هم فيه من تدني وانسحاق تاني نص معانا يا وحيد يا بوشانب أورجانيك سموئيل الأول اتنين ستة الرب يميت ويحي يهبط إلى الهاوية ويصعد الرب يميت ويحي يهبط إلى الهاوية ويصعد تعالوا نفتح تفسير الموسوعة الكنسية للنص ده الله هو وحده الذي له سلطان أن يميت من يريد وينجي من يريد الله ده وحيد لسه مأكد لي إن ما ينفعش لتنسب للموت والحياة للإلهة يعني فإذا التكديف على الإلهة أصلا جاهل معلش ما يعرفش وهو أيضا يفقر من يريد ويغني من يريد ينزل المتكبرين لأسفل ويرفع المتواضعين لأعلى وهذا يشبه أيضا تسبحة السيدة العذراء حينما قالت أنزل الأعزاء عن الكرسي ورفع المتضعين وعلى مثال الثالوث يا وحيد يا بوشانب أورجانيك خذ النص ده كمان من سفر الحكمة الحكمة 16-12-13 وما شفاهم نبت ولا مرهم بل كلماتك يا رب التي تشفي الجميع لأن لك سلطان الحياة والموت فتحذر إلى أبواب الجحيم وتصعد سلطان الحياة والموت الموت الإله هو اللي بيموت ويحي أنت شرب حاجة قبل ضرب أبارك قبل ما تخش ممكن وبكده نكون نفخنا وحيد إركن بقى أنت وحيد بعد النفخة دي إركن ناخد بقى مين رشيد يكون في هذا الكون شيء من الخير والشر إلا بمشيئته سبحانه طبعاً هذا يشمل كل شيء كل شيء خير وشر خير وشر يعني الشر من تصميم الله عز وجل كما يقوله الإله لا يوصف إن هو خالق الشر لا 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 ما حبتها منك ابنوب يا رشيد بصراحة عبيض تعال أما خليك تقرأ الكتاب المقدس وعلمك إزاي تقرأ الكتاب المقدس افتح معاي الخروج أربعة أحضاشر فقال له الرب من صنع للإنسان فماً أو من يصنع أخرص أو أصم أو بصيراً أو أعمى أما هو أنا الرب الأشياء دي مش كلها شر يا رشيد الأشياء اللي بتصيب الإنسان العارضة دي مش كلها شر آه أصلك عبيض أنو تعرف ثاني سفر أيوب اتنين عشرة فقال لها تتكلمين كلاماً كإحدى الجاهلات أنت بتتكلم كلام الناس الجهلة الخير نقبله من عند الله والشر لا نقبل الله يعني الشر عند الإله عادي زي الخير بالزبط آه في كل هذا لم يخطئ أيوب بشفتيه فالإله بيقر اللي قاله أيوب صحي مش غلط أنا عاوزك تعلي الليفل شوية في سفر الأمثال 16-4 الرب صنع الكل لغرضه والشرير أيضاً ليوم الشر الإله هو اللي صنع الشرير هو اللي خلق الشرير آه انت ما تعرفش ولا إيه النص بيقول كده كمان علل الليفل شوية النص ده بقى مشترك ما بين الاثنين وحيد ورشيد لإنه بتكلم على الخير والشر والحياة والموت فين الكلام ده في سفر يا شوع بن صراخ بيقول في سراق 11-14 الخير والشر الحياة والموت الفقر والغنى من عند الرب وفي سراق 33-15 بإيزاء الشر الخير وبإيزاء الموت الحياة كذلك بإيزاء التقي الخاطئ وهكذا تأمل في جميع أعمال العلي يعني هو اللي خلق كل دول وهو اللي بيعمل كل دول تجدها اثنين اثنين الواحد بإيزاء الآخر وهنا وقفك قبل ما جيب لك أقوى نص في الرد على رشيد ليه؟ لأن الخير والشر الأصل في الكون الخير الشر عارض مش أصلي وهو الأصل في الكون لا وكذلك لو لا الخير لو لا الشر ما كناش عرفنا الخير ولولا الخير ما كناش عرفنا الشر فالمتقابلات بتظهر آثار أسماء الله الحسنى وصفاته اللي هي المتقابلة علشان كده دول ناس جهلة فما تسلمش عقلك ليهم لأنها يورطوك طب في فين أقوى نص في الرد على رشيد بقى؟ اسمع سفر إشعية خمسة واربعين سبعة مصور النور وخالق الظلمة صانع السلام وخالق الشر أنا الرب صانع كل هذه لا 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 الإله عندك طلع هو خالق الشر هوت يا رشيد راش 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 روشة كيف حالك دلوقت أصل انت منتش فاهم أصل انت منتش عارف أصل دي مجازية دي روحية دي فتكات دي عدلات يا عم بالله وشرب ميتها اسمع كمان تفسير بروتوستانتي عملوا أربعين عالم لاهوت اللي هو التفسير التطبيقي بيفسر النص ده بيقول إيه الله سيطر على النور والظلمة وعلى النجاح والكوارث وحياتنا مزيج من النوعين من الخبرات وكلاهما لازمان لنمو روحيا فعندما تأتي الأوقات الطيبة أشكر الله وأستخدم نجاحك لأجله وعندما تأتي الأوقات الصعبة لا تغتظ منها بل اطلب من الله أن يعلن لك عن ما يجب أن تتعلمه من هذا الاختبار الممحص ليجعل منك خادما أفضل لله يعني الخير والشر ابتلاء من عند ربنا هوت تشكر في الخير وتصبر وتطلب من ربنا أن يعلمك الحكمة من هذا الابتلاء الذي خلق الموت والحياة ليبلغكم اللي كان معترض عليها مين؟ وحيد الجاهي الوحيد شوف سبحان الملك بيخليهم ياخدوا مننا كوبي بيست واللي هم معترضين عليهم موجد في كتبهم علشان كده بنرد عليهم مما يعتقدوا من كتبهم نكمل النصوص إشعية 54-16 ها أنا ذا قد خلقت الحداد الذي ينفخ الفحم في النار ويخرج آلة لعمله وأنا خلقت المهلك ليخرب قال لا من اللي خلق المخرب ده؟ هو يمكن حد تاني خلق المخرب غير الإله بتاعك يا رشيد؟ يبقى كده عندك إلهين لو أنت قلت لا ده إله الشر مش إلهكو يعني في مراث إرمية بيقول من فامل علي ألا تخرج الشرور والخير؟ قال لا إلهك كمان بيتكلم بالشر يا رشيد من فامل علي أنا عارف أن أنت عمرك في حياتك من قرأة كتابك وإنت بس بتطلعوا تهجموا الإسلام وخلاص علشان كده إحنا موجودين عشان نعلمكو كتابكو قبل ما نعلمكو الإسلام أصلا بيقول إيه؟ لأن يا صديقي المسيحي الناس دي مأجورة علشان تشوه صورة الإسلام فقط وإيه عمرهم ما قرأوا كتابهم لأن ده لو قرأ كتاب عمره ما كان قال الكلمتين اللي قالهم دول علشان كده أنا جاي عقبه النهاردة عقبهم الجزء على أنه ما عرفوش كتابهم النص اللي بعد كده عموس 36 و7 من النصوص الجميلة أما يضرب بالبوق في مدينة والشعب لا يرتعد؟ هل تحدث بلية؟ البلية مش شر ولا لا؟ هل تحدث بلية في مدينة والرب لم يصلحها؟ النص اللي بعده على طول النص الجميل اللي احنا دايما بنستشهد به إن السيد الرب لا يصنع أمرا إلا وهو يعلن سره لعبيده الأنبياء وعلشان ما تقولش إن أنا حطيت كلمة الشر مكان كلمة البلية وشك للحطة وأفاك ليه تعالى بس أسمعك التفسير هل تحدث بلية شر في مدينة والرب لم يصنحها؟ الشر هنا هو الضيق الذي يسمح به الله للتنقية والتأديب هنا الله يعلن أنه المسؤول عن كل ما يحدث لهم كل شيء من يده أخدت بالك يا وحيد أخدت بالك يا رشيد عرفت أن أنتوا جاهلة وعمركم أقرأتوا كتابكم المقدس في يوم من الأيام وبتنتقدوا الإسلام بس من أجل الانتقاد والتشويه فيا صديقي المسيح رسالة لك ما تسلمش ودانك للناس دي دايما اعمل فلتر في المعلومات اللي أنت بتسمحها منهم علشان تتأكد أن اللي أمامك صادق ولا كذاب لازم تبحث وراء فعلشان كده بنقولك أنا عملت حلقات كتيرة جدا في الرد على رشيد وحلقات كتيرة جدا في الرد على وحيد وحلقات كتيرة جدا جدا في الرد على معلمهم مثل السحر الأكبر كبيرهم والذي علموا بالسحر الزيكوبولوس وبينت أن الناس دي كذبة ومحتالين بيسترزقوا من وراكم من العشور اللي أنتوا بتدفعوها والدعم اللي أنتوا بتقدموه لقنواتهم وخلاص انتقدوا شيء وهو موجود في كتابهم وفي كتب تفسيرهم أنا مش هطول أكتر من كده هذا ما تحصل للنظر الكليل والذهن الضيل فما كان من توفيق فمن الرب الجليل وما كان من قطأ أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان وأستغفر الله في كل قيل سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ما تنساش لو عجبك الفيديو لايك ما عجبك شد إصلاك وأهم حاجة سيب لها تعليق ولكن أنت مش مشترك في القناة اشترك في القناة وفعل الجرس لأتيك منها كل جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته